الإسلام فعلاً أنقذ المرأة لأنها كانت في هذه الحضارات شيئاً ليس إنساناً وكان أحياناً يقارن أو تعقد المؤتمرات أو الندوات في ذلك الوقت لبحث هل لها روح إنسان ولا روح شيطان هل هي شيطان إلى هذا الحد الإسلام حررها أولاً أعضاها حقوق صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان إحنا كان موقفنا فيما بعد بعد عصر النبوة وبعد عصر الخلفاء الراشدين الحقيقة قصرنا كثيراً في إبراز هذا التشريع الذي يعني حتى الآن نستطيع أن نفاخر به أنه لا يوجد في أي نظام آخر أنا لا أمل من القول بأن المجتمع الإسلامي خسر كثيراً حين همش المرأة أو حين لم ينظر إلى القرآن وإنما نظر إلى عادات وتقاليد للأسف لا زال لها الصوت الأقوى حتى الآن المرأة موضوع على الأسرة علينا أن نعيد النظر في الفتاوى التي نصدرها ونعيد النظر فيها بشرط أن ننزل للواقع أولاً ونتأكد من أن هذه الفتوى أو هذا الحكم الذي سينزل لحل المشكلة هذه المشكلة المحددة في الواقع تكون فعلاً هو الحل المناسب قادر على الحل وآنا أعتقد أن فقهنا وشريعتنا مملوءة مملوءة وملئة جداً بالحلول لمثل هذه المشكلات ترجمة نانسي قنقر